كيفية هذا الحوار في هذا التوقيت زي ما عمر قال دلالة التوقيت ودلالة المخرجات وارتباطها بالقضايا الموجودة في الإقليم تبدأ أحدك كما العادة نرسم خارطة الحوار في هذه الحلقة يعني الحوارات الاستراتيجية في العموم هي حوارات بتحدث بين دول متقاربة بشكل أو بآخر في التفكير إذا عدد من القضايا وبالتالي هو يعتبر عند انعقاده أن العلاقات طيبة يعني كإشارة وخاصة في حالتنا الراهنة أنه جاء على خلفية انقطاع طويل من 2015 ولم يحدث وهذه نقطة ربما تثار أثناء إدارة ترامب يعني رغم أنه بدأ أنه كان في تقارب يعني فكري في فترة الرئيس ترامب لكن لم يحدث هذا الحوار الاستراتيجي وهو الآن عندما يحدث يحدث على خلفية لو رجعنا 9 شهر كان قبل ما الرئيس بايدن يأتي إلى البيت الأبيض كان الحديث والمناقشات كيف سوف ندير الخلافات بيننا وبين الولايات المتحدة وليس كيف نتقارب ولذا فإن الرحلة من 20 يناير يوم تولي الرئيس بايدن السلطة حتى الآن مهمة جدا لأنها بتدي مؤشر على خطوات وصلتنا للخطوة اللي احنا وصلنا لها النهاية ده جانب الجانب الآخر اللي أعتقد فيه أنه هو يعني كيف تدار علاقات بين قوة عظمة ودولة إقليمية مهمة إيه اللي حصل في العلاقات المصرية الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية خاصة إنها كانت شبه مستقرة يعني خلال الفترة من بعد توقيع معهد السلام مع إسرائيل يعني ربما تغيرت العلاقات المصرية الأمريكية منذ زارة هنري كيسينجر مصر في 6 نوفمبر سنة 73 بعد حرب أكتوبر بدأ منحنى العلاقات المصرية الأمريكية يرتفع ودخلت فيها موضوع المعونات الأمريكية لمصر وبشكل يتداخل مع عمليات التنمية المصرية ثم استقناف عمليات السلام في التسعينيات مع مؤتمر مدريد وأسله بعدها فقصة العلاقات المصرية الأمريكية الوحدها تدي دروس كثيرة توضح اللي حصل في الحوار الفعلي يعني اللي هي القضايا الأمنية القضايا العلاقات السنائية التطور الاقتصادي في مصر وأخيرا برز موضوع بقى شائك شوية لكن أعتقد أنه دلالة نجاح هذا الحوار الصيغة التي توصلنا فيها فيما يتعلق لموضوع حقوق الإنسان يعني ده بصورة عامة هو المقترب اللي أعتقد أن يناسب هذا الموضوع